بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ بقى محاضرة خلصنا ولما نجي نقارن بها فهما الاتنين هما الاتنين يعني دائمة موجودة باستمرار يعني لها وظيفة وبتعمل فانكشن في الخلية ولكن الفرق بينهم ان ملهاش ممبرين هناخد اربع عضيات الريبوزومس اللي هي عبارة عن جزء من المايكروتيبيول اللي هي جزء من السايتوسكيلتون ثم عندي حاجة اسمها البروتيوزو ايه يا دكتور اللي انت بتقوله ده اتفق انا لما قولك كلمة انت مش فاهم يعني ايه سنتريول لكن لما تعرف وظيفته هتعرفه وفي النان ممبرينوس ارجنيل احنا مش هنعتمد للسكيمة بتاعتنا اللي هي فانكشن لايت مايكروسكوب اللكتروميكروسكوب لكن احنا هنتكلم بشكل عام لما اجي اسألك الريبوزومات الريبوزومات دي وحدات بناء البروتين في الخلية يعني دي اللي بتبني البروتين طيب هي عبارة عن ايه قالت على كده نشوف القصة بتاعتها مع بعض ادي النواة دي الخلية ككلها ادي النواة و ادي النوية اللي جوه النواة و ادي السيتوبلاسم في عندي ريبوزومات موجودة في السيتوبلاسم هذي الريبوزومات بتبني لي قطع من البروتين بقى دي البروتين اوه طيب الريبوزوم عبارة عن حاجتين ار ار ان ايه زائد بروتين طيب فين البروتين بتاعه قال البروتين بتاعه موجود في السيتوبلاسم بيجي من ريبوزوم بينتجه و يخرجه للسيتوبلاسم بعد ذلك هزا البروتين ينتقل يدخل النواة و يدخل النوية و يتقابل في النوية مع ال الرن ايه اللي بتكون داخل النوية و يتحدوا الاثنين مع بعض فينشأ الريبوزوم فلما اجي اسألك السيت of formation of الريبوزوم مكان تكوين الريبوزوم هتقول لي النيوكليولاس اللي هي النوية مايش النواة هي النواة في جزء منها يسمى النيوكليولاس فلما وجلتلك في الامسي كيو وجلك نيوكلياس من غير نيوكليولاس اختار نيوكلياس جلك نيوكليولاس ونيوكلياس هتختار النيوكليولاس اللي هي النوية تمام يبقى ده الريبوزوم يبقى الريبوزوم عبارة عن اللي هو عبارة عن RNA وبروتين طب RNA جاي منين RNA جاله بروتين من برة في السيتو بلاس ودخل للنيوكليولاس وارتبط مع الر RNA فكوين لي الريبوزوم بعد كده بيقول لي الريبوزوم الفعال او الاكتف عبارة عن حاجته اللي هو الجزء الاحمر ده وصمال صبيونت اللي هو الجزء الازرق ده معاهم شريط mRNA اللي هو شريط ده بيترجموه علشان يطلعوا لي الكورة الزرقى دي اللي هي البروتين طيب ممكن شريط ال mRNA يرتبط بي كذا ريبوزوم في الحالة دي نسمي الستركتشر ده او الكومبليكس ده او الشكل ده ايه اللي نسميه بولي سوم او بولي ريبوزوم يعني mRNA مرتبط بكذا ريبوزوم بيترجموه في نفس الوقت عشان نطلع كمية بروتينات كبيرة مرة واحدة بعد كده بيقول لي الريبوزومز عندنا موجودة في تو طيب يا إما فري ريبوزوم عيمة كده في السيتو بلاسما بتاع الخلية يا إما مرتبطة بهايكل في الخلية اسمه فكونتلي الراف يبقى عند الفري ريبوزوم والأتاتش درايبوزوم الفري بتصنعلي السيلولار بروتين اللي هو البروتين اللي الخلية بتحتاجه علشان تعمل تنمو علشان تعمل لكن بتفرز بروتين اللي هي البروتونات اللي بنصدرها البر يبقى المصانع السابتة بتصنع للحاجات اللي هنصدرها لكن المصانع المتنكلة ده عشان تأكل الشعب تمام فسلولار بروتين يبقى ايه الفانكشن بتاع الريبوزوم قال لي الريبوزوم دي ماشين بتعمل ايه بتكون لي بروتين اللي هي سينسس بروتين كمان بيقول لي ان الفري رايبوزوم دي بتكون بروتينات يوزد بايزة سيل الخالية بتستخدمها فاسمها سلولار بروتين اما الاتاتش دريبوزوم بتفرز بروتينات بتحصلها سيكريتد يعني بتخرج لبره يعني اكس بروتين بعد كده نجي للجزء التاني اللي هو اسمه السنتريول قبل مشرح السنتريول هننزل ناخد حتة المايكروتيبيول علشان نفهم يعني اسنتريول انا عندي حاجة اسمها السيتوسكيلتون وكلمة سيتوسكيلتون يعني هيكل الخلية يعني الخلية لو مدورة كده اللي مخلي شكلها مدور قال لي انا بيب ماشي جوه بتحافظ على الشيب بتاع الخلية كده الانبيب ده هي عاملة شبكة تمثل الهيكل بتاع الخلية لو السيتوسكيلتون الانبيب ده انواع في رفيع قوي في متوسط في تخين احنا هناخد اكبر حاجة اللي هو مين اللي هو المايكروتيبيول قال لي المايكروتيبيول دي عبارة عن ريجد يعني ريجد يعني نشف شوية سن يعني ايه سن يعني رفيع تيوبيلر يعني ايه تيوبيلر يعني انبوبي يعني انبيب تمام الانبوبة دي الدعمتر بتاعها او الكتر بتاعها كام 25 نانومتر طيب جت ازاي بقى الانبوبة دي قال لي والله في عندي بروتين اسمه التيوبيولين التيوبيولين ده منه 3 أنواع Alpha و Beta وحاجة اسمها U طيب ال Alpha وال Beta دول بيدخلهم في تركيب المايكروتيوبيول ازاي بديجي حتى التيوبيولين جنب التيوبيولين جنب التيوبيولين جنب التيوبيولين فيعملولي سلسلة حد شاف العملية دي قبل كده دي عملية بوليمرايزيشن إن أنا بكون بوليمر من مونيمر بجيب وحدة وأكررها إن أنا حطت التيبيولين جنب بعض وكدة دي اسمها عملية بوليمرايزيشن يبقى البوليمرايزيشن هي عملية زيادة في الطول لسلسلة التيبيولين طب لو شلت وحد التيبيولين وكمان وحد التýبيولين يبقى أنا عمل بشيل كلمة شيل أو إزالة يعني دي انت sensitivity يبقى انا بأثر الطول يبقى اذا المايكرو تيبيول او شريط تيبيولين ده شريط دايناميك يعني ايه دايناميك يعني حيوي بيطول وبيقصر على حسب متطلبات الخليج بيطول بعملية بيقصر بعملية دي بولي مرايزيشن تمام بقول له يستطيع انه يتغير بسرعة بعمليات بولي مرايزيشن وعمليات تحط جنبا بعضه في شكل خيوط الخيط اللي انا رسمته اسمه ايه اللي اسمه بروتو فيلامينت يبقى كده تيبيولين جنب باعده يكون لخيط الخيط ده اسمه بروتو فيلامينت نجيب تلاتتاشر بروتو فيلامينت ونلفهم جنب بعض ونوقفهم جنب بعض فيبقى دشرية اتنين ثلاتة اربعة خمسة 13 جنب بعض فيلفهم يعملوا لشكل دائري الو السطوانة الان هسميها المايكروتيبيول. يبقى المايكروتيبيول ببساطة ده عبارة عن خمسة وعشرين نانومتر ان ديامتر. اه بروتين تيوبيولين. ارجنايز دي انتو بروتو فيلمنت. فورمت اف تلتاشر بروتو فيلمنت. يبقى ده اللي هتكتبه عنه لو قال لي ايه اه يعني اه او نجش المايكروتيبيول. طيب ايه بتاع المايكروتيبيول قلنا دي استوانات مشها في الخلية. يبقى اول حاجة كده فبالتالي هي بتمثل هيكل الخلية فبتعمل بتتعمل الخلية. علشان تحدد ان ديترمين المورفولوجي يعني ايه مورفولوجي يعني الشكل. الخلية دي مدورة الخلية دي بيضوية الخلية دي مربعة خلية دي مستطيلة. يبقى ميكانيكال ساببورت ديترمين المورفولوجي. كمان المايكروتيبيول ده هي بتمثل وسائل آآ نقل او شبكة مواصلات داخل الخلية. بمعنى لو في مكرو مولوكيول مولوكيول كبير او اورجانيل عايز يمشي في الخلية من مكان لمكان بيمشي على الانبيب دي بتزحلق على الانبيب دي. عن طريق بروتين اسمه الموتور بروتين. يبقى الموتور بروتين ده بتحكم في المايكروتيبيول عشان يخليها تحرك الماكرو مولوكيول او الارجانيل خلال الخلية. يبقى بتعمل دي سبلاسمينت للماكرو مولوكيول والارجانيل. عن طريق بروتين اسمه موتور بروتين. طيب كمان بتكون لخيوط المغزل اللي هي الخلية لما كانت بتيجي تنقسم اهي كان ادي السنتريول. ادي السنتريول. يعملولي الخطوط. الخطوط ده هي بتمسك في مين? بتمسك في الكروموزومات. فالكروموزوم يكون اتنين اكس كده شابكين في بعض بمنطقة السنترومير. يقوم احنا شابكينهم ايه? بحبل من هنا وحبل من هنا. ونشد. الحبال اللي بتتكون دي اسمها ايه? اسمها المايتوتيكس بندل. يبقى المايكروتيبيول سبتكون لي او فورم المايتوتيكس بندل المهم جدا لعمالة السل دي فجأة. كمان بتمثل او بتكون لي تركيبات في الخلية مهمة جدا زي السنتريول زي السيليا زي الفلاجلة زي التيل اللي هو الديل بتاع الحيوان المنوي. ده الحيوان المنوي وده منطقة الوسط بتاعه وده الديل بتاعه. الديل بتاعه ده عبارة عن ايه? عبارة عن مايكروتيول من دي. انبوبة طويلة بتتهز وتتحرك وتحليه تحرك. السلية دي زي الاهداب. هدي صالحة الخلية بيبقى عليه كده اهداب زي الحاجات اللي موجودة في الجهاز التنفس عشان لو بلعت حاجة هم يخرجوها. الفلاجلة دي برضو بتبقى ايه? اه حاجات طويلة كده زي الديل بتاع الاسبيرم برضو بتساعد الخلية على الحركة لكن اطول الفلاجلة معروفة هي الفلاجلة بتاعت الايه? الاسبيرم اللي هو الحان المنوي. طيب نرجع بقى ناخد السنتريول. قال لي والله السنتريول ده عبارة عن تو سنتروسو. بتكون من السنتريول. قال السنتريول ده عبارة عن نقطتين. تمام? جسمين. الجسمين ده بتصابقهم بسبيش يالستين اللي هي الايرن هماتوكسولي. الايرن ايتش اكس. طيب لما اجا وصفهم دول عبارة عن استوانة مجوافة صح? يبقى هولو سلندر. هولو سلندر يعني استوانة مجوافة. طيب الاستوانة دي تكونت ازاي? قال لي من تسعة بنضل في المايكروتيبيول. يعني تسعة حزم من المايكروتيبيول. كل حزمة تريبلت. يعني ايه تريبلت? يعني وادستوانة جنبهم تلتة. ودول سميتهم مع بعض حزمة. جبت تسعة حزم من دول اللفتهم جنب بعض فقامهم يديين لي السنتريول. فلو جدت اكبر الصورة كده واتبص هتلاقي فعلا ادي تلاتة ادي تلاتة ادي تلاتة 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 تسعة حزم من تريبلت مايكروتيبيول يعني مايكروتيبيول عبارة عن تلاتة. يبقى ازا لو قلت لك السنتريول بتكون من كم مايكروتيبيول هتقول له تلاتة تسعة بسبعة وعشرين مايكروتيبيول. طيب دي او السنتريول او الجسمين النقطتين دول على اتس بعض او على بعض يعني عاملين زاوية قيمة. يعني واقفين بينهم وبين بعض زاوية قيمة. يبقى زير اللي هي حيث يحل المحور الطولي بتاعهم عمل رية انجل. طيب هي وظيفة السنتريول قال لسيل ديفاجيم اللي انكسام. بيساعد الخليج على اللي انكسام. لانها اللي بتحكم في بيسمي اسم التاني للسنتريول المايكروتيبيول الام specjalizing center. ده اللي بتحكم في علشان بعد كده يكون الميكروتيبيول اللي هي يحبارة عن مايكروتيبيول وبيكونها وهو اللي بيخالها تعمل وهو اللي بيعمل او بيحصل له بيتضاعف هو المفروض ان هم جسمين طيب لما نيجي نعمل بنلاقي جسمين هنا وجسمين هنا يبقى بيحصل له عشان يبقى زوج وزوج بعد كده بيكون علشان خدوط المغزل علشان يشد الكروموزومات كمان بيقول لي بيكون عن البيزل بادي بتاع السيليا و الفلاجيلة بمعنى لو دي الفلاجيلة هي طويلة كده فالكاعدة بتاعتها اللي هو البيزل بادي عبارة عن السينتريول السيلية بتبقى شعر رفيعيه كده برضو البيزل بادي عبارة عن سينتريول نيجي بعد كده نكمل قلنا السيتوسكيلتون عبارة عن 3 حاجات مايكروتيبيول مايكروفيليمنت مايكروتيبيول دي الاكبر حجما لانه solidium care بتاعها او الكتر بتاعها خمسة وعشرين نانو متر المايكرو فيلمنت الكتر بتاعها حوالي ستة نانو متر الانترميديات فيلمنت من حوالي تمانية او تسعة نانو متر فيبقى الاكبر مايكرو تيبيول الاصغر مايكرو فيلمنت ثم الانترميديات فيلمنت خلصنا المايكرو تيبيول وعرفناه طب نيجي للفيلمنت اللي في عندي السين فيلمنت والانترميديات فيلمنت والسيك فيلمنت السين فيلمنت زي حاجة اسمها الاكتين بروتين ده اللي دهige Comment David بروتين كروي مدور بتجمع مع بعضه علشان يكون لخطة الifhartين لهو ال roctin Ft جتWow ال Jactin بروتين الصغير يتجمع مع بعضه دواير علشان يكون الإغتيACP طيب economische F natin F ρt موجود بكميات كبيرة في خلاه العضلات لان لو تسمع عن الانقباض العضل هتعرف ان في خط اسمه اكتين وميوسين بينزلكوا على بعض فببقى موجود بكميات كبيرة في المسلس عشان بعمل او له خاصية الايه الكنتراكتاية طب الانترميديات فيلمنت الانترميديات فيلمنت احنا هنحفظهم بمعنى اقولك الاسم تقول لي ما كانوا فيه فحاجة مثلا زي الكيراتين دي موجودة في الستراتفايد ابسيليم يعني موجودة في الاسكن ده ما اكتب جنبها الاسكن كيراتين اسكن لها استراتفايد ابسيليم الدسمين ده موجود في المسلس سيل اللي هي الاسموس مسلس سيل النيورو فيلم دي كلها خيوط تمام النيورو فيلمنت نيورو يعني عصب يبقى موجودة في النيرف سيل اللي هو اكتب جنبها النيرون يعني الخلايا العصبية طيب الفيمنتين ده موجود في الفايبر بلاست اللي هي الخلايا اللي بتكون فيبر الجلايا الفيبرال اسيديك بروتين ده موجود في الجلايا السيل والجلايا السيل ده خالية تدعيمية بتحافظ على الخلايا العصبية يعني الجهاز العصبي العرب عباره عن خلالية وظفية بتشتغل الخلال بتشتغل النير فسلي فوق دي الخلالة الوظيفية، النيروفلم لكن الخلال اللي بتدعم اسمها الجيل amb 돈 جيلobs هي Myeocene أي filament هتبقى بتعمله وهي المنازل سكيلتون. طيب كمان بيقول لي بتوزع او بتعمل للتنسل فورس بتاعة انسل بمعنى انت لما تمسك دلوقتي مثلا جلد بتاعك وتبدأ تشد فيه. ايه اللي بيخلي الجلد ده ما يتقطعش معاك? قال لي المايكرو فيلمنت دي بتوزع قوت الشد على كل بتاع الخلية فتخليه يقوم الفورس اللي ميتكونه على الخلا دي. طبعا عند فترة معينة الفيلمنت معاديش هتقدر هتقدر تستحمل الضغط على الرغم الöhbür النسل ده فالجلد هيتقطعه تمام? كمان بتعمل ماصل كونتراكشن زي الاكتين ليه السين فيلمنت و المايوسين اللي هو السك فيلمنت كمان اللي هدور فيه السل ديفيجة اللي هو أنجسام الخليط. طيب نيجي ناخد حاجة تانية اسمها البروتيوزومس البروتيوزومس دي دي عباره كده عن مجموعة بروتينات كومبليكس من البروتين ماشي في لايه ؟ اي بروتين ي went by is herica يتحلل الخلائج هي مصنع بروتين ينتج بروتينات بكميات كبيرة فاكيد توجد مباشرة الحاجات البيزة ه pumps heram الانزيمات التي تتحلناها deßen basis وقامها ابدا البروتين هي بدي اسمه السابق هي الانزيمات التي تحلناها الأنزيمات الانزيمات الث조اح تھامر اسمها النتيجة انها تعمل تكسير ده ما يبقى عندنا كورة بروتين كورة بروتين بنربطهم مع بعض له امين واسد وامين واسد بنربطهم مع بعض ببيبتايد بوند هي بقى بتروح تكسر البيبتايد بوند دي وترجع الامين واسد تاني ان انا ممكن استخدمها في البناء بتهدي للجدار طوب طوب تمام فالطوبة طوبة دي ممكن استخدمها ان انا ابني تاني كده احنا خلصنا انان من برينس ارجنال الحصة الجيان شاء الله هناخد